السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ سلسلة جديدة في هذه السلسلة ستتحدث عن موضوعين من أهم الموضوع في Blender وهي موضوع Shading وموضوع التاني هو Texturing هنبدأ ببساطة جديدة في موضوع Shading لموضوع Shading الموضوع المهم لأنه يعطي وقعية للمشهد ويأتي مع وقعية للموديل في هذه السلسلة ستتحدث عن زي نعطي نحقق Photorealism لأي موديل أو لأي مشهد الواضح أهمنا هو موديل ليس عليه أي material قبل مدى في التفاصيل هنتحدث كيف يعمل cycles أو كيف يعمل أي render engine بساطة جديدة نحن نعمل محاكاة للموديل في الطبيعة هو صعب جدا أي material في الطبيعة الذي يختلف مثلا نيكل أو الستيل عن الووتر أو البلاستيك هو التفاصيل الداخلية أو molecular components لأي مادة فده اللي يختلف أي مادة عن الأخرى عن طريق التفاصيل الداخلية فإذا إذا من غير المنطقي إننا نقوم بتمثيل دقيق لتفاصيل الداخلية وهي الزرات أو الميليكلر component في الماتيريال فبنعمل شيء آخر هو محاكاة لكيف التعامل الماتيريال مع light أو الإضاءة ده بيكون أفضل تمثيل أو أفضل شيء بحيث يكون فيه أقل استهلاك للباور لأن من غير المنطقي أو من غير الطبيعي إننا نعمل محاكاة للتفاصيل الداخلية للماتيريال طيب إذا اللي بيختلف عندي في render engine أو زي بنفصل مواد بلاستيك عن الستيل عن طريق العكاس للضوء أو عن طريق التعامل مع الضوء ففي عندي مادة بيتمتص الضوء أو في المادة بتعكس الضوء في مادة بيمر منها جزء من الضوء وفيها يعجس جزء زي وليكن الوطر فإذا أو الكافي أو الليكويدز عموما يعني ده كان ببساطة جديد كيفية تمثيل الماتيريالز في الـ render engine هنبدأ مباشرة مع cycles طيب ده كده نستخدم نسخة 2.9 النسخة الحالة 2.93 والنسخة الثالثة تحت الـ under development طيب بساطة جديدة ده مشهد أساسا موديل جاهز هنحط طبعا الربط وكل لنك الـ resources لهذا الموديل في هذا في البرجيكت فالزي لهذا الكورس ثم إذا احنا نتحدث إن في عندنا نتو render engine في وفي cycles هنتحدث عن cycles لأنه أكثر واقعية في الـ viewport ممكن نخليه ولكن 100 وفي أدريد في بعض التفاصيل اللي همني في عدة tabs هنا منها Shading Tab فنفترض في general موجود يكون في عندي Shading Tab ده Shading Tab لنما تحدث عنه في ثلاثة وكثيرا على ما تحدث عن الملونة ويا لن تحدث عن الم vin في الأسهل وإذا التحدث عن الملونة ده كده المادة بدون غير واقعية ولكن خلينا آآ نعمل آآ اول نشوف اول شي ده عندي آآ انا عندي كده هتحدث في اول شابتر عن هذه الشيدر آآ طيب اولا الاد شيدر والمكس شيدر هما ما فيهمش اي تفصيل ولكن بيجمع لي بيت تو شيدر طب انا ايه الشيدرز اللي المتاح عندي اول شي ابسط شي عندي اه اسم دفيوز آآ فان بيقصل الاتنين وبعض فديفيوز ده آآ تمثيل دقيق للمواد زي اللوك بيبر آآ زي البلاستيك المواد اللي ما فيهاش اي انعكاس آآ رافنس آآ زيرو ما فيهوش اي آآ يعني كده ما فيهوش اي تفاصيل او ما فيهوش اي انعكاس طيب آآ رافنس زيرو خلينا نشوف ككنترول بي ولكن احنا كده ده كده طيب انا خلي الريندر احي خليه وليكن متين تمام ده كده رافنس صفر خليها واحد انشوف الفرق تمام يبقى اذا آآ لما تكون صفر بيكون ما فيهوش آآ بيكون زي ما نقول انه اللون افتح وانه سموس آآ لما يكون واحد بيكون في بلور زي ما شايفين مادة بتبقى غمقة بيكون في بلور زي ما احنا شايفين طيب آآ ده كده الدفيوز اي افضل تمثيل هو البيبر خليني آآ انا باستخدم حاجة اسمها نود رانجلر هنا باستخدم حاجة اسمها نود رانجلر ده كده بيكون في عدة شورت كاتس منها لو انا بختار اي بي اس دي اف او اي شيدر باستشفت اس باستبدله ليه انا بعمل كده بدل من ان احذفه واضع التاني وارجع اضيفه طيب المهم آآ ده كده الجلوسي طيب ايه الجلوسي هي اي مادة material اي مادة لمعة آآ طيب آآ عندي هنا بعض الم sampling resolution وهذا هو توزيع المواد rol لما حدق افضل هم مادة م chick transcend power المدتع跟 picman ده كان البيكمان يمكن المواد الصناعية أولا كده شرب بيكمان ده وهو مواد صناعية الناس تندي ق minut denna المتل ggx ولlane مواد الاخره وهو مواد مع مواد ناتشيرل يبقى الاثنين مواد اندسترال ثلاثة الاخرى مواد ناتشيرل انا كده باختار الاولا كده باختار انا عايز اعمل ولكن اضيف الجلد كده اصفر قريب من الجلد كده رافنس zero لمعان مية في المية طبعا مش يكون ظاهر لان خلفه اصفر رافنس لا يعطيش اي احاق بانه متل بقلل رافنس كده قريب من المتل ده كده قريب من المتل ده كده قريب من المتل اذا ما يحصل عندي ان الروفنس كل ما تكون اقل كل ما يكون الا معان اكتر يعني كده هو مير راح معان بيعكس مية في المية الانفيرمنت لكن كده يعني الدراجة بتكون اقل لحد ما اوصل انه يكون غير عكس نائيا كده قريب من ديفيوز كده عكس او متل ده كده كان اول اتنين اتكلم عنهم في الدرس القادم انشاء الله نتحدث عن شيدرز اكتر زي البرنسبلد وفي ترانسبيرن طبعا وفي ترانسلوسند وهكذا